في المقدمة كنت بقول انه مش عايب نلعب بشكل دفاعي محترم قدام المنتخب الفرنسي عندهم سرعات وعندهم قوة هجومية كبيرة جدا ومش عايب يعني لو لعبنا مباراة فيها دفاع محترم ما نقولش احنا كنا وحشين ندافع ما فيش مشكلة بص ميكالي الراجل عنده استراتيجية في العمل بتاعه راجل من المدربين اللي بتحب تدافع بشكل كويس جدا ويبتدي يبني هجمات هجومية سريعة تكون مرضودها سريع في التحول الهجومي عشان يباخت الفرق الخصم هو يقدر يعمل ده يقدر يعمل ده بس ما ظنش انه هو هيقدر يغير طريقة او شكل التيم يعني انه وبالاخص ما عرفش يعني هو معودش مثلا احنا ما شوفناش المنتخب حتى في المباراة الوديلة اللي كان بيلعبها سابقا انه بيغير مثلا الطريقة بتاعت اربعة دي يخليهم تلاتة يخليهم فيه كسافة عددية في الحتة الدفاعية بشكل كبير لانما في ماتش برجوهي هو غير الفكر شوية من اربعة تلاتة تلاتة واضحة وصريحة لاربعة واحد اربعة واحد وكان ده شكل واضح جدا في التشكيل وفي الشكل الخططي اه مش بعيد عن الشكل بتاع اربعة تلاتة تلاتة انما في الشكل التنظيم الدفاعي انه كان دايما مخل النني قدام الاتنين السردباكين اللي كانوا موجودين وبتهيألي احنا معانا صور لو بيعرضونا الكلام ده في شكل الدفاعي المنتخب مصر بص المنظر اهو الاربع مدافعين قدامهم النني على طول اهوت وفيه الاربع التانيين في وسط الملعب ومهاجم صريح اسمى فصل بالشكل ده كان بيشتغل لانه حابب ان يكون النني بدل ما يبقى بيلعب بثلاتة والراجل التالت ده وراء الاتنين المساكين هو بيلعب بانني قدام الاتنين المساكين بشكل كبير انما ده ما يمنعشي ان الشكل الدفاعي اللي هو بيحب يشتغل بميكالي وهو يشتغل عليه بشكل كبير جدا انه كان عمل لنا ازعاج مع منتخب بكل امانة يعني الحمد لله ان احنا كان لنا الافضلية على المنتخب البرجواني ما كانش هو افضل حاجة ما كانش في افضل حالياته حتى نتائجه السابقة في المباريات الودية وفي التصفيات وفي البطولة نفسها ما كانتش افضل حاجة في النتائج وده كويس ان احنا ابننا ما ابناش منتخب اخر من المنتخبات الصعبة بالنسبانا انما في الاخر الحتة الدفاعية كانت فيها مشكلة يعني بص الكرة دي هوريك شكل هجمة دي في ديئة 51 قبل الهدف الكرة من ناحية الشمال مشوز الصورة ايوا بص الراجل يلعب هو بص حسام عبد ميجيد هوريلك اللقطة دي وعمر فايد لا ارجع في الفاتت واحدة بس ارجع في الفاتت حسام عبد ميجيد وعمر فايد الانتين مش ربطين يعني المفترض هنا يا حسام انت وشك شايف عمر فايد بشكل كبير جدا يبقى انت النهاردة تقدر تبعد عن حتة ان تبقى على خط واحد مع المدافع بتاعك ما تغطيش الوفصايد هاتل الكادر اللي بعده او الشكل اللي بعده فهنا في الشكل ده لو هو النهاردة حسام قر المشهد وشايف عمر فايد بشكل كبير جدا كان ممكن ان الرجل ده يبقى حالة تسلل انه من الاسف ماشي هاتل الفريم اللي بعده في الاسف بالشكل ده حين حسام عبد ميجيد جري مع الكورة انما في الاخر تدخل حصل ودي اللقطة اللي احنا شفنا فيها اللقطة بين حسام عبد الميجيد وبين حمزة علاء انه كانت ممكن تكلفنا في خطأ سازق بالشكل ده انه ممكن كانت تكلفنا هذا طب هنوريه لاخلقطة تانية برضو في الحتة الدفاعية وفي الاشكال الدفاعية انا كابتن معلش ارجعوا يا شباب السرعة اللي فاتت اللاب لها بقى كمان واحدة كمان واحدة هيا دي بقى انا كابتن مش عايز ان احنا يبقى عندنا انا مش عايز سبقات سرعة ما احسام يجدوا عمر فايد الاتنين ما عندهمش سرعات لا في بطء حالة بطء صح كده ما عندهمش بمكانياتهم على فجأة احمد حجازي هذا المدافع العظيم محمد اساطير الدفاع في مصر ما عندهش سرعات بس بيعرف يتمركز بشكل سريع بس مش بالبطء ده طبعا طبعا بس اصد وفيه مدفعين في العالم بطيء اه ومدفعين كبار انا اصد انه ده بقى يبقى النظام التكتيك اللي هو ايه انا ما حطش المنتخب بتاعي في الوضع ده عشان لو حسام وامر فايد دخلوا في سباق مع مهاجم فرنسا مستحيل وبعدين عندهم ده انا هتديك كارسة كمان انا عارف طبعا عندهم لعيبة فيها سرعات في الحتة الامامية دي بزرط وقوية جدا وبيعافش سجلوا اه لا وهتديك حاجة فيها كارسة كمان هتجيب لقطة الهدف هتعرف كارسة تاني ان شاء الله ياريت ان احنا حتى في التمركزات اللي انت بتتكلم فيها يا كريم ان احنا كمان مش عارفين نقف كويس مش عارفين نشوف على خط واحد مش عارف النظرة في لفصايد يعني دي الكرة دي بدايتها دربة مرمو مين اللي طلع يلعب الكرة ويساب المساحة حسام عم بن جيد بصوا هنا وصل فين بيلعب الكرة هنا من نص الملعب المكان ده بتاع حسام عم بن جيد ولا بتاع النيني بتاع النيني لو هنيني فاضي هنا كان هو ممكن يطلع يعمل الاتحام مع الرجل وميسبش منطركم الشكل ده حبابنا احمد عز كان لي جملة شهيرة قدت السورة اللي قبلها كان يقول لك دايما حسام يجي تسبيته اه بالضبط بالضبط ما انت سابت الحتة بتاعت خلاص انت فاسبت المساحة دي فاضية بقيت هنا عمر فايد وبين كوكا الراجل خاد الكرة هنا اللي نزلة ودس عليها فتم منها احراز الهدف مع سرعات وخلي بالك اللعيبة بتاعت برجوائي ما كاناش اللعيبة مش بمساوة السرعة اللي انت هشوفها مع المنتخب الفرنسي فالراجل دس على كرة وحطاها بيمينه على طول كانت بقيت هدف في مرمى حمزة علاج